موسيقى مساء الخير أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من آخر النهار يحكى أن إحدى قرية صغيرة في الصين صحف يوم لقوا بلدهم اتملت كلاب مسعورة كلاب بتنبح بصوت عالي جدا مفزعة استمر نباح الكلاب طول الليل جم يبصهم الشبابيك لقوا كلاب شكلها مفزعة وفي حالة نباح مستمرة المدينة والبلدية مش عارفين يسيطروا على الموقف سكان المكان ده حوالي ستين ألف مواطن فقالوا لو تدخلنا علشان نقتل الكلاب ممكن يقع ضحايا من المواطنين حندخل إزاي؟ فكان الحل هو إخراج المواطنين بالكامل من هذا المكان نعمل عملية إخلاء أخلوا المكان بالكامل من الناس الناس كانت متزمرة وسايبة حاجاتها وعفشاها ومتبهدلين ومتزمرين ومشطيقين وبيلعنوا الدولة والنظام والحكومة مش قادرين تسيطروا على الكلاب نعمل إيه؟ ما أنخرج الناس من القرية ستين ألف دول ستين ألف أسرة إلا وحدث زلزال كبير ضمر البلد دي وجاب عليها وطيها وسبحان الله إزعل من الكلاب بقى شكر للكلاب لأنها استشعرت أن زلزال سيحدث لذا تجمعت في هذا المكان وكان نباحها وكأنه تحذير ممكن يبقى فيه وجع دلوقتي وألم دلوقتي وأنا أعتقد أنه شر ثم نكتشف أنه خير الخير فين؟ ما تعرفش اللي أنت شايفه ألم أو شر هو خير من الله سبحانه وتعالى بيفدينا به أو بينقذنا فإذا تحملنا الآن شقاء سنوات قليلة أكيد في حجم ومش هنموت هنعدي وهنكتشف إن شاء الله إنها خير زي ما قلتلكو على مدى الحلقات الأسابيع الماضية إن احنا بنشتغل على القوى الناعمة وجزء من القوى الناعمة الإعلام والصحافة المصرية النهاردة الحلقة سيبه بالكامل لحوار طويل مختلف مع واحد من الأساتذة الكبار من الريحة الحلوة اللي بقيا لنا من تاريخ الصحافة المصرية واحد بقاله ستين سنة بيشتغل في هذه المهنة أفنى حياته ويعني مش عايز أنا أعرف تفاصيل كتير عنه إزاي سبب يعني كان متجوز الصحافة 82 سنة واقف على رجله زاكرة حديدية عنده إرادة عنده أحلام يحارب من أجل هذا الوطن عنده تاريخ ممتد تعرض للموت أكتر من مرة تعرض للسجن والاعتقال أكتر من مرة فقد وظفته أكتر من مرة ولكنه صامد صامد واقف في مكانه بكلمكو عن الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد الرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقيب الصحفيين المصريين الأسبق الأمين العام للتحدي الصحفيين العرب مناصب كتير أهم من ده كله الكاتب بيكتب بألم حسبوه على السلطة أحيانا حسبوه على النظام اتهموه بأشياء كثيرة جدا لكن هو صاحب موقف واضح بيقول للعور انت عور بس عنده تصورات للصحافة والإعلام عنده إحباط من الصحافة المصرية ويرى أن الصحافة زمان كانت شيء عظيم جدا حوار نفسي من زمان أبحر داخل الكاتب الأستاذ مكرم محمد أحمد هعمل ده بعض الفاصل مباشرة قراءة مختلفة لشخصية دائما نراها تعلق على الأحداث هو حدث اليوم كاتبنا مكرم محمد أحمد باعدد الفاصل